محمد من عجمان محمد من عجمان يقول في شخص سأل قال عنده بيانو كان يعزف عليه ثم تاب يقول ماذا يفعل هل يبيع هذا البيانو محمد بارك الله فيك مدام أن الرجل يعتقد حرمة البيانو قتاب الله عز وجل عليه وهذه نعمة من نعم الله عز وجل فإنه لا يعين غيره على هذا لا يعين غيره على الإثم وإنما المشروع في حقه أن يستعمل أدوات هذا البيانو في شيء يعني في منفعه فإذا استطاع أن يحول البيانو هذا إلى صندوق مثلا يستفيد منه في أغراضه يحول إلى شيء معين مثلا يعني يغير من هيئته فقد صح جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على عائشة وجد قد تزينت له بقرام يعني ستارة فيها تماثيل تغيض عليها صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فقطعنا فجعلناها وسادتين دل هذا على أن يجوز تحويل الشيء الذي يستخدم استخدام محرم وهو وسيلة وليس بذاته يجوز تحويله إلى شيء نافع بل جاء في الحديث الصحيح أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يأتي يعني جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الليلة الفلانية سأتيك انتظره النبي عليه الصلاة والسلام فما أتى فقلق النبي عليه الصلاة والسلام ورابه شيء لأنه تأخر جبريل عليه فأتاه جبريل فقال ما منعك قال منعني أن كلبا في بيتك جر صغير أدخله الحسن أو الحسين تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تمثال فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام مر بالكلب فليخرج وبالتمثال فليقطع رأسه ويصنع كالشجرة فدل هذا على أن الشيء الذي يقود إلى إذا كان هناك عين تستعمل وسيلة للأشياء المحرمة وأمكن الاستفادة منها أو الإفادة جازة ذلك تحول إلى شيء نافع فقل لو هذا يصنع منه كرسي يوديه للنجار يقول له سوي لي كرسي من هذا الخشب أو سوي لي صندوق مثلا وينتفع به أما أن يبيعه إلى غيره فلا